جماب وبرو روح حي قديش حاصلوه شاريرو آمين المسيح قام قوم مران من قبره عنوان الكلمة لهذا اليوم المقدس المسيح القائم والأبواب المغلقة وكانت الأبواب مغلقة حيث كانت تلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم تحية الخلاص تحية إتمام الفداء تحية إثبات الوجود والحياة تحية القيامة الظافرة بالانتصار العظيم على الأعداء الثلاثة الموت والشيطان والخطيئة هكذا يحق لنا أن نفرح ونبتهج ونرنم مع المرنم داود في مزموره القائل هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه أحباء الكرام عيد القيامة هو عيد الأبواب المفتوحة وعيد النفوس المتفتحة للحياة ونعمة الله فليس في عيد القيامة مجال ولا مكان لأبواب مغلقة ولا لنفوس منطوية ومنغلقة على ذاتها ولعلنا نجد في حوادث القيامة ذاتها وفي مشاركة الطبيعة ما يؤكد ويؤيد هذه الحقيقة فعندما جاءت المريمات لكي يضعنا الطيوب على جسد يسوع كنا يفكرنا مع بعضهن في مشكلة عويصة وهي من يدحرج لهن الحجر عن الباب المغلق باب القبر المغلق فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا هكذا يقول الكتاب المقدس فإن قوة القيامة فتحت القبر وأزاحت الحجر هكذا والقيامة فتحت أبواب جميع القبور قبور من قبور من سمع صوت الرب وليخرج منها نور الرجاء وشعاع الحياة الأبدية والقديس يحن الرسول يعطينا صورة التلاميذ في العلية وقد أغلقوا الأبواب على أنفسهم إلى أن جاء الرب يسوع واخترق الأبواب المغلقة ليفتح أمام التلاميذ باب السعادة والرجاء والخدمة ثم لا نقف كثيرا عند التلاميذ بل نعود إلى حالنا نحن وواقعنا لنرى الرب نفسه يخترق أبوابنا المغلقة ليقدم لنا نفس السعادة وذات الرجاء وذات ونفس الخدمة تعال يا أحبائي لنرى ماذا يسكن خلف الأبواب المغلقة إن الأبواب المغلقة ظاهرة عندما تحدث لنا بأننا قد ابتعدنا عن المسيح وأنه بعيد عننا فقد أغلق التلاميذ على نفوسهم بعد أن صلب المسيح وقبره واعتكفوا في العلية خائفين من اليهود لقد كان التلاميذ لقد كان التلاميذ محقين في خوفهم آنذاك فقد وصل اليهود إلى مقصدهم وصلب المسيح رغم شعبيته الساحقة وبراءته الظاهرة وقدرته الفائقة فهل يستطيع هؤلاء التلاميذ المذعورون الضعفاء أن يقفوا أمام هؤلاء لقد كان الجند أن يقبضوا على التلاميذ لو لا إن قال لهم المسيح إن كنتم أنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون أي ذي التلاميذ ليتم قول له المجد إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحد ولكنه ذهب وصلب ولم يتركهم يتركوهم اليهود آمنين وما أجبه اليوم بالبارحة بالتعديات التي تحصل على الكنائس بهدف إغلاقها ولكن أبواب الجحيم لن تقوى عليها ولم يكن خوف التلاميذ في الخارج فقط أي من الخارج فقط بل كان من الداخل أيضا كانت هناك منازعات وشكوك من الداخل كان الرب دوما يجمعهم فكان هو القائد والمعلم الذي يربط قلوبهم والضامن وحدتهم ولكنه الآن قد مضى نتخيل نتخيل أن بطرس يحاول أن يتزعم التلاميذ وإذا بهم يقولون له كفى بك لقد أنكرت سيدك أمام جارية ونتصوره هو يقول ويرد عليهم أنا قد تبعته من بعيد أما أنتم فقط هربتم جميعا وفي الأخير وفي الأخير جلسوا خلف الأبواب المغلقة في يأس وفشل وانطواء أين الآمال؟ أين الآمال التي كانوا يضعونها في فاديهم؟ أين الملكوت العظيم؟ أين فداء شعب الله؟ كل هذه سمرت على الصليب ودفنت في القبر ونستطيع أن نرى صورة هذا الفشل في قول تلميذي عمواس إذ قالوا ونحن كنا نظن أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل كنا نظن لكن ظننا خابا هذه هي الصورة خلف الأبواب المغلقة في الخارج ظلام وفي الداخل شكوك وخلافات الماضي قد انتهى والمستقبل لا يبشر بالخير آنذاك ولكن ولكن لبرهة من الزمن الجواب كان والبشر العظيم بالفجر القريب فجر القيامة فجر قهر وفتح كل الأبواب المغلقة لقد قام المسيح ودخل إلى العلية واخترق الأبواب المغلقة وكان الأطمئنان وكان الرب عارفا جدا أنهم أي التلاميذ محتاجون إلى السلام فقالا لهم سلام لكم سلام لكم فإن الأعداء فإن الأعداء إذ استطاعوا أن يضعوكم فوق الصليب إلا أن الصليب لا يكون نهايتكم بل البداية بداية القيامة والمجد هل يثقبون أيديكم هل يطعنونكم انظروا إلى يدي المثقوبتين وجنب المطعون إنها وثائق الانتصار والغلب سلام لكم فإن ظلام القبر لا يمكن أبدا أن يكفنكم وقوات الشر لا تستطيع أن تزجنكم افرحي افرحي يا كنيسة المسيح سلام لكم ولكن لهذا السلام رسالة يجب أن تتم وعلينا نحن حملها حتى ولو كان على خشبة الصليب وكما أرسلني وكما أرسلني الآب أرسلكم أنا حمل الرسالة إلى العالم أجمع حتى بخوفه وخصامه وانقسامه حتى لو قاد ذلك السلام إلى صليب صليب الشهادة وقول الحق اقبلوا عطية الروح القدس لأنه هو قوتكم في حمل الرسالة المسيح قام وانتصر وهو الآن حي وسط كنيسته وفي وسط هذا العالم إننا يا أحباء الكرام ككنيسة لا نحيا على رجاء الانتصار لكننا قد انتصرنا فعلا إن ملك المسيح ليس أملا للمستقبل لكنه حقيقة واقعة علينا أن نسير مع المسيح في طريقه لأنه هو الطريق والحق والحياة لنكون فعلا من أبناء القيامة الذين يشهدون بصوت واحد وبقلب واحد المسيح قام حقا قام وبإسمكم وبإسمكم أحباء المباركين نقدم خالص التمنيات والتبركات لسيدنا قداسة الحبر الأعظم باطر يركن مارغناطيوس أفرام الثاني كريم الجالس سعيدا على الكرسي الرسولي الأنطاكي والرئيس الأعلى لكنيستنا السوريانية الأرثودكسية الأنطاكية في العالم أجمع قائدا وربانا لسفينة كنيستنا وإيصالها إلى شاطئ الأمان في التدبير والرعاية وموفور الصحة والعافية كذلك كذلك نقدم أسمى كلمات المحبة والتهنئة والاحترام لراعين الجليل مطراننا الحبيب مار أثنس يوس إليا باهي طالبين من الرب يسوع أن يمده بالصحة والعافية رعيه شاريره وامدبرونه حاكيمه كذلك نقدم التهاني إلى جميع أحبار الكنيسة أو المجمع المقدس في كنيستنا وإلى جميع الإكليروس والمؤمنين جميعا أينما وجدوا وتواجدوا ليحل الأمن والسلام في أرجاء المعمورة كافة كافة بفعل قيامة الرب يسوع من بين الأموات وكل عام وأنتم بألف ألف خير والنعمة تشملكم دائما وأبدا آمين ترجمة نانسي قنقر